فعلا المكتوب ما منه مهروب واللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين الحكاية على اليوم حكاية ام خسام حكايتها بزاف شابة ومشوقة مرت بأصعب الظروف حبا جومبو كانت سبب طلاقها لكن بعد ما قررت تتعود حياتها مع انسان اخر في ليلة عرسها من الرجل التاني رجعت طلاقها واكيد رجعت المياه لمجاريها السلام عليكم شيريت كالكم ديرين ان شاء الله هلكم غاية ومهنين وفرحانين تمو وقال عيلة تعكم كما راكم تشوفوا اعودت رجعت لكم بحكاية جديدة حكاية جد مؤثرة مشوقة فيها عبرك العادة قبل ما نبدأ الفيديو تعنا الشيريات بغايت الرحب بالمشتركات اللي انضموا للقناة جدد نقولكم مرحبا بكم شرفتوني ونورتوني اما الوفيات ربي يحفظكم وربي يخليكم لي ان شاء الله جام وبرتاج ويا الله نبدأ الحكاية تعنا على بركة الله تقول ام حسام انا ام حسام من ولاية عنابة عمري 36 سنة متزوجة وعندي ثلاثة اولاد اثنين توأم والثالث وحده حسام مروان واسماعيل اكبر واحد فيهم هو حسام وعمره 13 سنة دام زواجي 11 سنة واطلقت بسبب حبا جونبو قاع العائلة ووقفوا ضدي وتهموني وقعت تقريب عامين ورجعت الزوجي في ليلة عرسي من زوجي الثاني والفضل اكيد يعود لولادي وتخطيطاتهم هما والاب بتاحهم والحمد لله رجعت المياه لمجاريها رجعت عائلتي تلمت من جديد لكن قبل هذا مريت باسوء الظروف والحمد لله كل شي بالمكتوب المهم لما كان عمري 20 سنة تقريبا كنت نقرأ في الجميع تخصص بغا ميديكال انا البنت الكبيرة في خاوتي كي نشيرة وزوج ذكورة وكنت مريضة من عينية من اللي كنت صغيرة جروا علي والدي اشعال باعوا اللي فوقهم واللي تحتهم باش يدوني والحمد لله عيني ريحت منها وعين بقات لازم ندير عليها عملية وهذا العملية تكلف بزاف ولازم في الخارج بويا ما لقع لي هاوين البيبان قاعم بالعين فاقير استاذ متقاعد وشهرية ما تكفيش خدم في قهوة سيرفيس المهم من اللي كنت صغيرة وهو يحلم ميداويني حتى ما مسكينة تقول لي ما خصك والو شابة ما شاء الله خصك عيت ريحي من عينك واحد النهار مع العشية جابوا يا فرحان وقال باللي مول القهوة قالوا كاين واحدنا عرفوا بخير عليه بيجوتري وراني هدرت له على بنتك وقلت له باش يساعدك خصوصا ان في وقت الزاكات يعني هذا كل وقت كان وقت الزاكات والناس يخرجوا دراهم ويمدوهم للفقاراء والمحتاجين وهذا الانسان كريم بزاف ويدير الخير ورح اطلب مني يا بنتين اديك ليه غدوة للمحل فرحت بزاف بزاف ورجع عندي امل اني نبرى من عيني ونكمل لقرايتي بسلام المهم ودوا من داك اراح بويا عند السيد هذا هذا السيد اللي قلت لكم فعل الخير ودى معها الدوسي تاعي شافه وزاد بويا فهمه مليح مليح على الوضعية تاعي بني لازم نخرج للخارج ومنا وهكي سرالي هاد الانسان شفق علي وشفق على بويا وقرر انه يخرجني للخارج وطلب مني اني نخرج الباسبور اما الفيزا والتكاليف تاع العلاج وقاح كل شي عليه وفعلا تكلف بمصاريف علاجي كاملة ورحت لفرنسا نعالج زوجة هاد الانسان حتى هي مريضة من عينيها وتعالج تم في فرنسا وعند نفس الدكتور درت العملية وريحت وليت نشوف من عينيها غاية سبحان الله بين ليلة وضوحاها لقيت روحي انسانة عادية كيفي كي مشيرات الاخرين بعد ما كنت فقدة الامل وكنت كل يوم ندعي لهاد الانسان وقعد هاد الانسان على تواصله مع الاب تاعي وكي شافه مسكين قليل وزوالي ما عندوش ولا كل موسم يعطيه الزاكات مرت السنوات وتخرجت وقعدت بلا خدمة وليت كل مرة نحط السيفي تاعي في كل بلاسة وما لقيتش خدمة مع الاسف والحل الوحيد هو انه الاب تاعي يروح لهذاك البيجوتري ويطلب منه الخدمة وفعلا راح بويا عندو وقال له شوف ليكش خدمة البنتي راه تخرجت بتفوق وما صابتش الخدمة قال له صحة مكاش مشكل عدوا قولها تجيب السيفي تاحه وتجي عندي للمحل تلقى اني تم جويه العشرة ع الصباح وفعلا هذا اللي سرى ارفت السيفي تاعي وبكرت عندو للمحل عندو محل كبير في عنابة ما شاء الله هم عمر ذهب والمشتري داخلين خارجين سقصيت على صاحب المحل قالوا لي ما راشي هنايا قعد يقارعي له شوية ويجي قعدت نقارح واحد العشرين دقيقة تقدم لي واحد كان قاعد تما قال لي شخصك قلت له راني نقارع لصاحب المحل قال لي قصدك الحاج اليوم وحال يجي قولي لي انا نساعدك قلت له هلا لا صحيت انا راني نقارع لهو راحوا عاود جا عندي شعال من خطره كل مرة يقول لي اختي اذا خصتك اش حاجة انا نساعدك هنا انا ما استحملتش قلت لهو انتش ادخلك الشير هاكا زعف وراح انا كنت حسباته خدام تم معه قعدت نقارح حتى ادخل الحاج صاحب المحل وقعدت نحكيله على الوضعية تاعي باللي تخرجت بتفوق وما لقيتش الخدمة وقعدت نقول له باللي راني متمنية نخدم في لابوراتوار ولا فرماسيان ولا في صبيطار قال لي ما تخافيش راح نصيب لك خدمة والصدفة ولدها طبيب تخدير لاني استيزيست في عيادة خاصة وهو نفس الشخص اللي حسبته خدام تم معه حشمت لما عيط له وقعد يوصي فيها عليا وقال له قدوة الصباح سيأتي عندك هاد الشيرة وهدر معه شاف سيرفيس وقلها تستقبلها يعني باش ندخل نخدم تم موقع في هذه اللحظة حسيت بوحدة الحشمة تمنيت لو كان انشقت الارض وبلعتني حسيت هواك شغل تكبر عليا ما قيمنيش قلت معليش خليني ليسونسيان ندخل نخدم وصائي انا شدخلني فيه راني بيد اهدروك لا علينا قدوة من دك الصباح رحت عندهم وداني عند شاف سيرفيس واستقبلتني ودخلت نخدم في ديك العيادة الخاصة واللي تندير لبرة نبدل البونس مو نقلع الخيط بعد الجراحة وكنت شاطرة بزيب بزيب ومرة على مرة نتصادف مع ولده هو ما يهدر معي وانا ما نهدر معاه وبعد شهر معنا باليش قاح كيفاه واللي نحكو معه بعض عادي كيشغل اصدقاء وزمالاء واللينا مرات نتلاقو في العشية بعد الخدمة تم كينا وحد الكوزينة يتلاقو فيها الأطباء والممرضين يشربوا قهوة يريحوا شوية واتطورت العلاقة تاعنا واللي نحكو في الفيسبوك ما نكذبش عليكم إنسان باشوش مشي كما كنت متخيلاته متواضع مشي متكبر وغير الضحك واللي تنحس باللي واللي تنبغيه وعجبتني العقلية تاعه لكن في نفس الوقت نقعد نخمم نقول مستحيل أنا فقيرة وهما داروا في أخير شعال من مرة وكل مرة يسهلوها عليها هذه المرة طمعت في حاجة كبيرة مو حال كيف هو حد كيف نحلم به قيمني رحت بعيد بأحلامي وقلت مو حالي خمم فيها أكثر من صديقة ولا زميلة وقعدنا على ذاك الحال حتى قال لي أنه يبغيني وعقلتي عجباته ما نكذبش عليكم ما كنتش مصدقة وقيل لا راني نحلم وقعدنا نحكم مع بعضك محبين ومع الوقت وعدني بزواج كي حكيت لما فرحت بصح قلت لي يا بنتي راني خايفة كيف هذ العائلة بخير عليهم وولدهم قاري وواصل رح يقبلوا بي كنتي يا كنا عندهم قلت لهم ما عليها أنا شخصني أنا فاني قارية والحمد لله وفاهمة قلت لي يا بنتي الدراهم هو ما كلش بالنسبة للأغنياء المهم أنا قلت هاله قلت له زعمان أبويا مسكين ما عندوش وأستاذ متقاعد وراكشت شاشرا فيا قال لي عادي الفقرة مشي عيب المهم الإنسان يكون مربي هذا الهذرة كبرت في خاطري وفهمت باللي هذا الإنسان شاريني ولو يجوني الخطابة واللي تنرفض وبعد عام ونص قلت لي اموان لا يا بنتي لازم تحس من الأمر معاه قلت له قلت لها روح وخطب ونلبسو الخواتم ومن بعد الزواج حتى نوجده روحنا وكل شي سهل قال لي صحة لكن لما عرفوا والديه وأولهم بوه اللي دار فيها الخير ارفض وقال له مستحيل تعود تهدرلي على هادي كشيرة ولا عائلتها ولا تقول لي روح وخطبها لي هذو كل الناس مشي من مستوانا هذو هما التفاصيل اللي حكاهم لي راجلي ما قال ليش بيلي عائركم وقال لكم فقارة وقال لك عمية وأنا على بالي بهذا الشي كي شاف ولده مصر علي وباغي يتزوج بيا راح البويا وبهد له في القهوة وقال له ما كفكش الصداقة اللي كنت نصدقها عليك ما كفكش الخير اللي درتو فيك وفي بنتك جايت لسق بنتك في ولدي بويا ما فهم والو جا عندي ديرك توحكي لي قعشا سرا أنا ثاني حكيت له بما أنه بويا مثقف ومشي من هذو كل الناس اللي جايين معقدين حكيت له قلت له بويا فوالا فوالاها كيفاه وراني نخدم في نفس العيادة اللي يخدم فيها وتعرفت عليه وباغي يخطبني بويا قال لي يا بنتي خطيك من هذ الإنسان يجيب لك رب إن شاء الله هزوجه واخده آخر يهنيك ويرضاه عليك والديه وبعد شهرين وهو يحول في والديه زيارهم وجاوا خطبوني لكن كي جاوا وجاوا مشنفين ما قادرينش يهضروا معايا كي شغول جايين متكبرين وقتلهم غزو خول فوخ بويا مسكين شرطغل هنا لكن هما دفعوا مهر كبير وداروا لي الذهاب وداروا لي كل شي بالطبع والشان كما يقولوا وبعد ما خطبوني وداروا لي الخاتم قعدنا مان با شهرين وتزوجنا وقاعلوا سعلي عندهم ساكني في فيلا وحدة كبيرة فيها زوج كناين واناية كل وحدة عندها شمرة تحفقت يعني ما كانش اللي ساكني وحدها في طابق ولا عندها كوزينة ولا عندها صالة لا كل شي مشترك مثلا الصالة تحوم كبيرة بزاف والكوزينة تقولي ملعب واسعة ومفتوحة وفيها شعال منطابلة كبيرة ما نكذبش عليكم كي روحت تمات تصدمت المعيشة تحوم أحسن من المعيشة اللي نشوفوها في المسنسالات الكناينة وحهم فيهم واحدة طبيبة والاخرى محامية واحدة بنت اختها تخدم في المطار قاع خدامات وكبارة عليا قعدنا يومين في الدار والدانيل تونس قعدنا عشرين يوم شهر العسل ولما رجعت لقيتهم قعم شنفين الكناين العجوزة وحتى شيخي واللي تنحس باللي يكرهوني وماش يقاع طيقيني في ذيك الدار ومع الوقت واللو يبينولي نورمال واللو يضحقوا عليا واللو يتغامزوا عليا واللي تنسمحهم يضحكوا ويقولوا عليا العمية السحيرة العمية فهمتها بصحة السحيرة ما فهمتهاش حتى مع مرور الوقت واللو يقولوا عليا سحيرة زعما انا مشي شابة وعمية وسحرته بشديته وزيد بالزيادة ماشي من مستواهم بويا فاقير استاد متقاعد وزيد بالزيادة خدام في قهوة الحاجة اللي صدمتني وكنت كل يوم نخمن فيها كل ما نشوف فيه شيخين نقول سبحان الله هذا انسان اخر هذا مش الانسان اللي دار فيه الخير الداني نعالج كان متهلي فينا صاب لي خدمة يعني كاريثة سبحان الله مغير الاحوال ما عليش قعدت صابرة بعد شهرين زواج انا كنت حامله ما على باليش ولما حسيت باللي كاينة حاجة رحت شري التاست ودرته وفعلا لقيت روحي حامل وهنا يا يخواتاتي تهموني وكانت اكبر صدمة بالنسبة لي تخيلوا باللي تهموني باللي كنت حامل من قبل على بيها سرع العرس واستر الفضيحة وليت انا منسواش ودرتقاء هاكا غير باش يتزوج بيا وما يدورش عليا يعني خططت الكل شي قبل الزواج هناش يخي ولا يكرهني بسبب الإشاعة اللي طالقوها فيا وداروا بيني وبين عجوستي راجلي ولا يقول لي غير ما تديريش عليهم هذو رهم غيرين منك وبو يوم ما يجي نهار ويبغوك فالحق راجلي كان يبغيني بزيب بزيب بصح يبغي والدي وما يرفض لهمش طالب ولما كنتوا نقولون خرجون السكن وحدنا يقول لي ما نقدرش جامي هذي تصرا احنا ما نخرجوش مدار احنا نسكنو مع العائلة على بيتكم لو كان يخرج واحد منهم مدار بوهم يحرمهم الورث مرت تسع شهر وجبت والدي حسام وهنا قاموا بيا ونفسوني واكلوني عونوني صهروا معايا لكن لما كانوا يزوروني أهلي ما كانوش يعاملوهم غاية كانوا متكبرين عليهم حتى ولو ما يجوش واللي يطقي أنا نروح ليهم وبعد ما كبر والدي حسام شوية واللي تنفوت الصباح أنا وراجلي ونخلي والدي عند أمه ونروح نخدم وعيشا معاهم عادي مرات نطيب معاهم نجمع معاهم في الصالون نهدر معاهم لكن هما يهضروا معايا من فوق القلب لكني بغو والدي بزاف وبعد عامين زدت حملت وبعد تقريبا تلت شهر عرفت باللي عندي توأم ذوكور سلافاتي زوج غاروا مني وحدا عند هازو جبنات والاخرى عندها بنت وحامل بي بنت أخرى ولدت وجبت ولادي توأم إسماعيل ومروان شيخي طرح بيهم بزاف بزاف وجاب لهم الذهاب الدراهم وحتى عجوستي بعد الولادة تاعي للولاد ولدت بغيني وحتى شيخي ولوا يبغوني يبغوا طيابي مران طيب لهم حاجب اطعام شخشوخة حتى ولوا سلافاتي غيروا مني أكتر وأكتر وهنا كذبوا عليا وقالوا للعجوستي جابت الماء وجابت البخور من دارهم وسيقت به قاع الكيروال والبيبنتي وعنا وأصلا عجوستي عندها وسويس وتخاف من السحر بزاف بزاف والصدمة واشسرى لي وحدا نهار وحدا نهار كنت ما نخدمش وتشهيت الروز بالخضرة هما ما يستعملوش الجومبو يستعملو غير الحم ولا الجيج المهم أنا كنت جايبة معايا زوج حبيت جومبو نبغيه بزاف بزاف من اللي كنت في دارنا نطيب به وبينما أنا فتت فيه في القدرة دخلت سلفتي الكبيرة اللي كانت تتحرش عليها سلافاتي وعجوستي وشافتني وبدا تتعيط لعجوستي عجوستي كانت مجمعة مسكينة في الصالون أصلا قلت لكم ما تشوفش غاية والله تتقول واخذتنا في صحتنا واخذتنا في رزقنا وتخبر في عجوستي باللي لقاتني انفتت في حاجة في القدرة يعني سحور والله تعجوستي تاني تعيط يا السحارة جلوا عليا وطاحت تتغاشات قدام ولادها وكنينها أنا هنا من الخلعة قعدت نقول هما درتويلو هذا غي جونبو هما ما فهمونيش وقيلة خاطرش قعدت تخايفة ونهدرغيبش شوية الدوها السبيطار وهنا شيخيحة وزني مدار ورحت لدارنا وقعدت شهرين غضبانا كل ما يجي راجلي نقول لهم ما نرجعش بشرط أنك تديني داري وحدي راجلي قال لي مستحيل أنا ما نقدرش أصلا بويا يزعف ولو كان يزعف بويا يقل علي لوتو وزيد بزيادة أنا ما عنديش هنا حسيت راجلي ضعيف شخصية وما عندوش الشخصية أصلا روح درت محامية ورفعت عليه قاضية إهمال ولا يحوسي رجع ولا يحلل فيها وقلت له صاي لازم تكريلي ولا لا قال لي غير كريلي ما نقدرش وهنا اطلقنا وقعدت هنا ولادي عند بويا وبعد عام ونص خطبني واحد لاباس بيه مطلق وما عندوش ولاد قبلت لكن عمري ولا نسيت راجلي قعدنا مخطوبين شهرين وقبل الفاتحة بيومين صارت حاجة عمري ولا كنت متوقعتها اسمع راجلي ولا كل يوم يجي عدنا للدار ويدلي مشاكل ويقول لي ما تزوجيش لازم توليلي نكري لك منا قلت له هلا قلت له صاي إذا كان أنا مخطوبة وغادي نتزوج قال لي رح ندي ولادي ونخليك ما تديت هاش قاع فيه أنا قلت صاي ننساه وأصلا إلد ولاده عادي أنا ما غاديش نتزوج بعيد راني قريبة ونشوف ولادي أنا هاديك العائلة هي اللي قصحت لي قلبي وخلتني نكره كلش ونسمح في كل حاجة كانت عزيزة عليا المهم قبل ما نفتح ونعقد بسيمانة كان كل يوم يجي راجلي ويحلل فيها نعلي الشيطان رجعي لدارك رجعي لولادك قلت له هلاني مخطوبة صاي ودي جاقص حتولي قلبي قال لي والله لو كانت تزوجين انتحر أصلا الزوج تيعيش ويم قلق مالق ريقاري وفاهم ومشاء الله ما ديت هاش فيه قلت له الله يسهل رهم عندك ولادك بغيت تموت بغيت تقعد بالصحكي راح تقلقت بزيب بزيب خفت اللي يدير في روح وحاجة عودت قلت لا غيرها يهدد فيها لا علينا رحت لكوافز سقمت روحي درت لي ما شدر دقاع الصوالح اللي يدير هم العروسة وبينما أنا في دارنا وهما محظرين كل شي الغدواء جاءوا أولادي لثلاثة يبكوا ما 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 شكاين بويا لقاوهم جاية في الدار وهنا كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي يا البويا لما كشغل حسيت باللي أنا هي السبب أنا اللي خليت هذك الإنسان يكتر روحه ويهتمولاده ها قعد طايحة في الأرض ونخبط ونبش بش في شعري بويا فدل بيستتاعه وراح عندهم ويشوف شكاين صاب راجلي لباسع له قاه وجامعاه جا راجلي جاو زوج من الناس اللي هما صحابه المقربين وجا شيخي هضروا معايا وقالوا للعلي الشيطان وعارفين باللي غدواء غادي ينفتاح وراني مخطوبة وقاع انعلي الشيطان لمي ولادك عاودي رجعي لدارك ومكانش اللي عاودي يدور بيك ولا يدين لك حاجة مش مليحة قعدتوا مقول له هلا ومنا وقال لي خمي في ذيك الليلة بويا عيط لهذاك خاطيبي وقالوا آني لي وقدوا ما نشواجدين وعدنا مشكلة وقاع بعد يومين عيط له بويا ويرجع له قاع الصوالح اللي جابهم لي وقالوا له غالب المكتوب ما كتبش بينك وبين بنتي وفعلا قعدت عشرين يوم وعاودت رجعت الراجلي وعاودت رجعت الداري وحياتي العادية والحمد لله دروك عندي قريب ستة شهر راني في داري ولم مولادي وقاعي عملوني غاية وحتى الزوج تاعي تقريبا عاقبته ولت الشخصيتي عقاوية ول يخمم ألف مرة قبل ما يدير حاجة تزعفني هذه هي حكايتي ان شاء الله تكون عبرة للعلم حكايتي حقيقية مئة بالمئة المهم الشيرات هذه هي الحكاية تاع اليوم حكاية بزبزبزبشبة نقدر نقولكم بالمختصر والمفيد أنه كل شيء بالمكتوب الحاجة اللي كتبها لنا ربي نلحقوها الغاني الفقير الماريض اللي بصحته اللي عنده لولاد اللي ما عندوش دايما يكون عندكم أمل في ربي سبحانه نهاية الحكاية تهلوا في رواحكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة